حياكم الله إلى التفاصيل أدانا جلالة الملك عبدالله الثاني في برقية بعث بها إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاندا الاعتداء الإرهابي الجبان الذي وقع الليلة الماضية في مدينة نيس وأودى بحياة العشرات من المدنيين كما أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود أردنيين بين ضحايا وجرح اعتداء مدينة نيس تفاصيل الموقف الأردني من هذا الاعتداء في التقرير التالي عمل إرهابي جبان أفجع العالم بأسره تعرضت له مدينة نيس الفرنسية خلال الاحتفال بعيدها الوطني الليلة الماضية أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين وإصابته عدد آخرين جلالة الملك عبدالله الثاني أعرب عن تعازيه ومواساته للرئيس الفرنسي فرانسوا أولند وأسر ضحايا هذا الاعتداء الأليم معربا بذلك جلالته عن غضبه واستنكاره الشديدين لمثل هذه الأعمال البشعة ومؤكلا وقوف الأردني إلى جانب فرنسا في التصدي للتطرف والإرهاب ومحاربة عصاباته الإجرامية التي تستهدف الأمن والاستقرار العالميين الحكومة الأردنية أدانت في بيانها الصادر على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني الجريمة الإرهابية المروعة التي تعرضت لها مدينة نيس الفرنسية مشيرة الحكومة إلى أن هذا الهجوم الوحشي يثبت الأساليب الهمجية واللا إنسانية للإرهابيين الذين يستهدفون الأبرياء الآمنين في كل مكان بدورها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أكدت اتصالها المباشر مع وزارة الخارجية الفرنسية ومختلف السلطات المختصة من خلال السفارة الأردنية في باريس للتأكد من عدم وجود أردنيين بين متوفي ومصابي هذا الاعتداء الإرهابي وأوضحت الناطقة الرسمية باسم الوزارة صباح الرافعي أن السفارة الأردنية في باريس على اتصال متواصل مع جميع الأردنيين المسجدين كمقيمين في مدينة نيس وضواحيها للإطمئنان عليهم إذن ها هو اعتداء إرهابي جديد يغرز براثنه ويطيح بعشرات الآمنين بين قتلى وجرح إلا أنه لن يزيد العالم إلا إصرارا وتلاحما لمحاربة الإرهاب والقضاء على منابعه كافة